بسم الله الرحمن الرحيم الحديث بمنطق القوة ليس مفردة في قاموس الحروب وحدها لكنها حرب من نوع آخر يخوضها رئيس الوزراء بسلاح التحدي في وجه معيقات جسام عززها بتعهد يتم جملة وعود منهجه الوزاري وعد عام الإنجازات الذي تكرر صده في مشاريع دشنها في ذيقار مؤخرا تبيعها بقرارات تشفي غليل طيف الفقراء والعاطلين عن العمل بشمول أربعة ألاف مواطن بالدرجات الوظيفية في المحافظة لم تخمده نيران حريق الديوانية إذ يتحرك السوداني على طريق ثابت بشعار لا قوة تمنع الحكومة من إتمام مشاريع تنموية في العاصمة والمحافظات ويمد جسور الثقة بينه وبين المواطن الذي يتابع تحويل الوعود إلى نتائج عملية على الأرض وفي إنجاز جديد يدشن ترجمة النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي معلنا عن حلقة جديدة من خطوات عملية لفك الاختناقات المرورية بإطلاق العمل بمشروع جسر الجادرية الجديد وتوسعة طريق أبو نواس إذ تنبع أهمية المشروع كونه يعمل كجسر متعدد المسارات على نهر دجلة وربط ساحة الكرادة بساحة النسور بجسر لسيل المركبات مرورا بجزيرة الأعراس الرؤية العملية لما سيلاحظه العراقي من تغيير في خريطة البناء والإعمار وتوسعة الطرق يأتي في إطار تركيز السودان على إضافة جسور تخدم توسعها العمراني والسكاني بعد غياب تنفيذ أي جسر في العاصمة منذ عام 1982 كما يستمر الرئيس الحكومة بمحاربة الفساد والترهول الإداري تمثل هذا في قراره الجديد بإقالة رئيسي هيئة السياحة والأثار وسلطة الطيران المدني بسبب التقصير والتأخير في إنجاز مشروع مدينة أور سياق متكامل من العمل على إزالة مفردة التلكؤ التي رافقت مشاريع ضرورية في حياة المواطن العراقي على مر سنوات طويلة اشتركوا في القناة